في إحدى المسرحيات المصرية تحدث أحد الممثلين عن خطر الإشعاعات النووية فلم يفهم البطل ما يعنيه فشرحوا له أن الموضوع متعلق بالنواة فأبدأ استغرابا شديدا وسأل هل الموضوع ليه علاقة بالبلح؟ قصتنا التالية تثبت علاقة نواة الذرة بالبلح حيث تكاتبت حسابات عربية عشوائية على الترويج لهذه الصورة مع ادعاء أنها لعالم إسرائيلي قتل في عملية القدس التي راح ضحيتها أربع من الإسرائيليين وأسفرت عن إصابة سبعة آخرين الصورة جاءت مع منشور يقول خبر زلزلة الأبيب مقتل الأكاديمي وعالم الذرة أستاذ الفيزياء النووي بجامعة قدس البروفيسور أريال يعقوب متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية القدس التي نفذها الشقيقان يقول إسرائيليون ليتها حدثت كارثة 7 أكتوبر مت مرة ولم يمت أريل المنشور حظي بمشاركات واسعة تخطط 13 ألف وما يقرب من 3000 إعادة نشر عبر حسابات مختلفة الادعاء زائف وعار تماما من الصحة حيث لا يوجد عالم نووي إسرائيلي بهذا الاسم من الأساس بالبحث العكسي عن الصورة تبين أنها تعود بالفعل لأحد قتل عملية القدس ولكنها ليست لعالم نووي كما زعم المنشور المتداول الطريف أن الشخص الظاهر في الصورة يدعى يوفال دورون كاسلمان وهو من شارك جيش الاحتلال في إطلاق النار على منفذي عملية القدس لكنه قتل اسمع من عندي هذه برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن ظنوا وهم أذكياء جدا تعرفون أنه مسلح فلسطيني هذا ما يسمى بنيران الصديقة ظهر كاسلمان في مقطع فيديو راكعا وهو يرفع يديه قبل أن يطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه اعتقادا منهم أنه فلسطيني ويجهز عليه بدم بارد ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه أصيب بجروح خطيرة وتم الإعلان مساء عن مقتله متأثرا بجروحه وكثيرا ما نتذكر قصة جروح خطيرة ثم يموت أظن أن أغلب الجروح الخطيرة هم موتة على مسؤوليتي عموما محامي ومقاتل إسرائيلي سابق قتل بنيران صديقة على يد جيش الاحتلال هذه هي الرواية الصحيحة فلا داعي لنشر أخبار بلاحية تعرفون مقصود بالبلح؟ المهم بلاحية وزائفة لن تضيف أو تنقص من إنجازات المقاومة الفلسطينية بكل تأكيد ولدي أخبار أخرى عن قتلاهم بنيران الصديقة وأعدادهم كثيرة جدا منذ السابع من أكتوبر وليس فقط الأهم